المواطن هو أول ضحية اللحوم الفاسدة ولكن وزير السياحة يكشف أن هناك ضحايا آخرين فالمطاعم والفنادق تحديداً ثم محال البيع باتت ضحية الهلع والخوف والتوقف عن أكل اللحوم يعترف الوزير بوجود مشكلة حقيقية فصحت المواطن أولوية ولكنه دعا إلى التعاطي بدقة وجدية ويشير إلى أن التعاطي اللامسؤول مثل تضخيم الموضوع إنما أساء إلى السياحة في لبنان مشكلة كبيرة جداً إلى حد يعني عشرات الاتصالات بوزارة السياحة اليوم من مغتربين ومن أجانب يعني هل فينا نجي على لبنان هل في مطاعم اللي بتقدموا منه فاسد باللبنان عم نصور صورة أنه أغلبية المأكلات الموجودة باللبنان فاسدة هذا كلام منه دقيق حتماً في مشكلة عم نكبر المشكلة أكتر بكتير من حجم الحقيقة تحول بسحر ساحر الضحي اللي هو صاحب المطعم اللي بيشتره من المستوردين كمان هو ضحي في حال في غش بهاللحوم هو ضحي تحول إلى متهم هالهجوم المسعور على الفنادق والمطاعم يتوقف هذا مش حق عبود قام في اليومين الأخيرين بجولات على عدد كبير من المطاعم ليفاجأ بالجمود المدوي ما اضطره إلى الحديث عن جريمة اقتصادية بحق لبنان ويوضح على حسب وزير الزراعة عم برحدي نحن نستهلك 360 ألف طن يعني تقريباً ألف طن يومياً نستهلك لبنان ألف طن يومياً وتسعين بالمئة هو دبح محلي فبالتالي يعني كمان أنه مش هالمشكلة حقيقةً مطرح ما نروح ناكل يعني عندنا هاكي 50-50 ممكن نتسمى ممكن لا لا مشكلة بعد خلينا نخليها بحجمة إلى أي درجة قزة مطاعم يعني بتأخر ثلاثة أيام منا تسعين بالمئة حتى مبيعات مبيعات اللحمة بالبراد والأسماك والتجاج وكل شيء بالبرادات نزل بنسبة خمسة وسبعين بالمئة ونبه عبود إلى أن اللوائح المنتشرة والمتبادلة ليست صحيحة فالقضاء لم يصدر أي لائحة بالمطاعم والفنادق ولا الوزرات فعلت البي بي أم على المسجز وأنا وصلي منهم إيميل قال لائحة موقعة رسمية من الوزارة الصحة لائحة المطاعم مطاعم هل حكيت معا معالي وزير الصحة هذا كلام عارع عن الصحة جملة وتفصيلا منه شركات عالمية يبقى أنه وحسب معلومات وزارة الاقتصاد في هذا الملف أن هذا هي البداية وسيكشف عن المزيد في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر